جميع حالات النفي في اللغة الإنجليزية The negative form in English النفي في زبنا نمدور على البسيط زي ما احنا شايفين في الأمثلة اللي قدامنا الأفعال منقسمة إلى جزئين أفعال منتهية بحرف الاس زي plays, goes, carries وأفعال تانية بدون أي إضافة في نهايتها زي go و sleep لما تلاقي عندك أفعال منتهية بحرف الاس بيكون النفي بإضافة كلمة doesn't قبل الفعل زائد الفعل اللي بيكون في المصدر يعني infinitive أما الأفعال اللي بتكون بدون إضافة في نهايتها بنفيها بكلمة do not أو don't زائد مصدر الفعل يعني ال-infinitive نشوف الكلام ده على الأمثلة اللي قدامنا المثال الأول سالم plays football every Friday النفي هيكون سالم doesn't play football every Friday الفعل هنا plays في is عشان كده النفي منه بيكون كلمة doesn't الأول وبعدها الفعل play بدون حرف الاس الجملة الثانية my sister goes to school on foot every day عندنا goes هنا الفعل بنتهي بحرف الاس أو ال-es وبالتالي بيكون النفي بيضافة كلمة doesn't زائد مصدر الفعل بنقول my sister doesn't go to school on foot every day يبقى كلمة goes شلنا منها ال-es عشان نرجعها للمصدر الجملة الثالثة هي carries a heavy school bag الفعل منتهي بـ i-es لما الفعل يكون منتهي بـ i-es يعني كان أصله منتهي بحرف ال-y وشلنا ال-y وحطنا مكانه i وبعدها es يبقى لما جاء فيه بحط كلمة doesn't في الأول قبل الفعل وبعدها المصدر بقول he doesn't carry كري أخرها y a heavy school bag الجملة الرابعة عندنا الفعل بدون أي إضافة في نهايته I go to the park on holidays لما يقول الفعل بدون إضافة في نهايته بنفي بكلمة don't بقول I don't go to the park on holidays رقم خمسة children sleep early every day نفس الكلام اللي قلناه في المثال الرابع sleep هنا فعل بدون إضافة في نهايته يبقى بقول children don't sleep early every day القاعدة بنقول لما يكون عندي الفعل he أو she أو it أو اسم مفرد بنجيب بعده doesn't أو does not زائد مصدر الفعل لما يكون الفعل عندي I, we, you, they أو subject يعني بيكون I, we, you and they يكون النافي بإضافة كلمة don't بعدها أو do not زائد مصدر الفعل رقم 2 النفي في زمن المضارع المستمر بنشوف الأفعال اللي عندنا بنلاقي am reading is sleeping are doing يعني الفعل مكوّن من verb to be am أو is أو are زائد الفعل مضاف له ing لما تلاقي عندك في الجملة في am أو is أو are ومطلوب منك النفي دايما بنضيف not بعد am أو is أو are علشان نجيب صيغة النفي نشوف الأمثلة اللي قدمنا I am reading a short story at the moment لما يجي أنفي الجملة دي بقول I am not reading a short story at the moment يعني ضفت كلمة not بعد am الجملة الثانية honey is sleeping now عندي هنا verb to be is يبلغ ما أجيب النفي بحط كلمة not بعد is بقول honey is not sleeping now أو بجيب الصيغة المختصرة بقول honey isn't sleeping now جملة الثالثة we are doing our homework عندي verb to be are بنضيف بعد not بنقول we are not doing our homework أو الصيغة المختصرة we aren't doing our homework القاعدة زي ما احنا قلنا I بعدها am not زائد الفعل مضاف له ing he she and at زائد is not أو isn't زائد الفرب ing we you they زائد are not أو aren't زائد الفعل مضاف له ing وهنا ملحوظة الفعل مضاف له ing طبعا بيبقى كما هو مضاف له ing رقم ثلاثة النفي في زمن المضارع التام مضارع التام يعني الفعل مكون من has has or have زائد التصريف الثالث للفعل لو لقيت في الجملة has or have وبعدها تصريف الثالث ومطلوب مني النفي بضيف بس كلمة not بعد has or have تبعى has not أو have not أو الصيغة المختصرة بتكون hasn't or haven't نشوف الأمثلة اللي عندنا I have already finished the report صيغة النفي بتكون I have not finished the report yet أو ممكن أقول I haven't finished the report yet وبنحذف كلمة already رقم اثنين she has just bought a new dress صيغة النفي بتكون she has not bought a new dress yet أو بنقول she hasn't bought a new dress yet وطبعا بنحذف كلمة just I have lost some of my money recently النفي بيكون I have not lost any of my money recently أو yet أو الصيغة المختصرة بنقول I haven't lost any of my money recently أو yet وكلمة some بتحول إلى كلمة any في النفي القادة زي ما قلنا he she and at has not أو hasn't زائد التصريف التالية للفعل I, we, you and they زائد have not زائد التصريف التالية للفعل رقم اربعة النافي في زمن الماضي البسيط والفعل في الماضي البسيط بيكون لي شكلين ياما الفعل يكون منتهي بD أو ED أو IED ده بيكون فعل منتظم أو فعل غير منتظم ده بيكون لي شكل مختلف ده طبعا بيتم حفظه وأول نشوف فعل في الماضي سواء كان منتظم أو غير منتظم النافي بيكون بإضافة كلمة did not زائد مصدر الفعل نشوف الكلام ده على الأمثلة نشوف النافي بإضافة كلمة did not يعني كلمة did not زائد الفعل في المصدر receive يعني شلت حرف D في نهايته رقم اثنين I finished my homework two hours ago النشوف النشوف I didn't finish يعني المصدر my homework two hours ago my brother dried his clothes in the sun هول my brother didn't dry يعني الفعل هي رقع لمصدره اللي كان في نهايته حرف Y his clothes in the sun رقم أربعة the police found the stolen jewelry found فعل غير منتظم المصدر منه find يقول the police didn't find the stolen jewelry I saw a strange object in the sky last night saw فعل في الماضي غير منتظم المصدر منه see يعني هقول I didn't see a strange object in the sky last night القادة بنقول إن أي subject أو أي فاعل موجود عندي في الماضي البسيط بنجيب بعده كلمة did not أو didn't زائد مصدر الفعل لتكوين صيغة النفي رقم خمسة النفي في زمن الماضي المستمر شكل الفعل في الماضي المستمر بيكون مكوّن من was aware زاد الفعل في ing زي was playing was sleeping were cleaning were shopping لما لقى عندي في الجملة was aware ومطلوب مني نفي نفي بجيب كلمة not بعد was aware والفعل في ing كما هو بدون أي إزالة لل ing بقول علي was playing chess with his friend yesterday evening النفي هيكون علي wasn't playing chess with his friend yesterday evening يعني جبت not بعد was ممكن أقول was not أو الاختصار wasn't I was sleeping when the movie began ممكن أقول I was not sleeping أو ممكن أقول I wasn't sleeping when the movie began رقم ثلاثة they were cleaning my room when I arrived بضي في كلمة not بعد was ممكن أقول they were not cleaning أو ممكن أقول they weren't cleaning My parents were shopping when it rained أدرى أقول النفي my parents were not shopping when it rained أو أدرى أقول my parents weren't shopping when it rained القادة بنقول إني I, he, she and at بعدهم was بنضيف كلمة not بعد was يبقى was not أو wasn't زاد الفعل مضاف له ing we, you and they بعدها were not أو weren't زاد الفعل مضاف له ing رقم ستة النفي في زمن الماضي التام الماضي التام يعني الفعل مكون من had زاد التصريف الثالث للفعل لما لاعي عندي had وتصريف الثالث للفعل ومطلوب النفي بجيب كلمة not بعد had ممكن أقول had not أو بقول hadn't سالما had left before the meeting النفي بيكون سالما had not left أو hadn't left before the meeting He had studied before sleeping النفي بيكون he had not studied أو he hadn't studied before sleeping The plane had flown when I arrived بقول the plane had not أو hadn't flown when I arrived القادة في هذا الزمن جميع الضمائر I, he, she, it, we, they and you بعدها had not أو hadn't زاد التصريف الثالث للفعل رقم سبع النفي في زمن المستقبل أنا عندي المستقبل البسيط أو المستقبل التام أو المستقبل المستمر كلهم بيتكونوا من will will زائد المصدر يبقى مستقبل بسيط will زائد have زائد تصريف الثالث ده مستقبل تام will زائد be زائد الفعل في ing ده مستقبل مستمر سواء كان مستقبل بسيط أو مستقبل تام أو مستقبل مستمر بنضيف كلمة not بعد will عشان نجيب صغة النفي I will visit my uncle tomorrow بنضيف كلمة not بعد will بنقول I will not visit my uncle tomorrow أو صيغة الإختصار بتكون I won't visit my uncle tomorrow They'll travel abroad in the future هنا طبعا will مختصرة لأباسترو في LL برضو بتكون they will not travel abroad أو they won't travel abroad future perfect يعني مستقبل تام she will have studied English at 8 o'clock tonight برضو نفي بنضيف كلمة not بعد كلمة will نقول she will not have studied أو she won't have studied English at 8 o'clock tonight he will be sitting in front of my laptop at 7 ده هنا مستقبل مستمر برضو بنضيف كلمة not أو بنقول want نقول he won't be sitting in front of my laptop at 7 القاعدة زي ما احنا شوفنا جميع الضمائر بعدها will not or want زائد مصدر الفعل رقم 8 النفي للأفعال الناقصة الأفعال الناقصة زي can, could, shall, should, may, might, will, would كل الأفعال الناقصة دي لو لقناها ومطلوب النفي بنضيف بعدها كلمة not زائد مصدر الفعل أو ممكن نجيب الصيغة المختصرة نشوف الأمثلة اللي عندنا أدرول نفي أدرول نفي أدرول نفي او سغط الاختصار بتكون انه لا يستطيع ان يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يكون